الفتاح اللي تم النهاردة بتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي المركز اللي حضرتكم شفتوه النهاردة ده لي من الاهمية اكثرها اذا حبيت تسميها كده يعني من ناحية عن طريق المركز ده اقدر اعمل ربط معلومات لكل حاجة وكل بيان موجود في جمهورية مصر العربية هل ده دلوقتي دلوقتي حالا حاصل ربط لكل بيانات اللي في مصر؟ لا لكن المركز ده بالفعل بدأ يلعب هذا الدور في ربط بيانات كتير جدا ممكن شفتو المناقشة اللي ما بين فخامة الرئيس وما بين وزير الصحة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الربط المتعلق بالمنظومة الصحية وازاي احنا نقدر نوصل في وقت ما بازن الله سبحانه وتعالى قريب انه يبقى انا مش اقول اي اقل يوسف يا سيدي يوسف تعبان وعمل فحص ما وتحليل ما واشعات ما في هذه المنشأة الطبية في محافظة مثلا القاهرة فاذا كان يوسف لسبب او لاخر متواجد فاسوان فكان لازم يعمل كشف جديد مش هيعمل حاجة بيروحوا فاتحين الفايل هب يوسف مصطفى الحسيني تعالى اه ادي طريقه بالكمل بما فيها حتى كل الرشدات والادوية اللي تكتبت لي وما الى ذلك وبالتالي اقدر ان انا بقى عارف الحالة فمن ناحية انا مش هرفع التكلفة على يوسف انا من ناحية مش هرفع التكلفة على الدولة الى اخره طيب قص ذلك على اي حاجة موجودة في جمهورية ربط اقسام البوليس ببعضها البعض ربط كل ما هو متعلق بالمنظومة الدراسة ما قبل الجامعية ربط كل ما هو متعلق بالمنظومة الجامعات والاكاديميات المصرية وهكذا هنا بيأكد الرئيس على حاجة مهمة قوي اهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة ومركز هب لنقل المعلومات في العالم انا عايزكم تشوفوا جزء من كلمة الرئيس نسمعها كويس وهنرجع نكمل الكلام طب احنا انا جبت النقطة دي ليه لان احنا كنا نابد كدولة نجهز بنية اساسية متكاملة لبقية الموضوع يعني انا هحاول لاقول الكلام ده مش للناس المتخصصة يا هاني ولا دكتور عمر انا بكلم الناس المصريين لما تيجي تشوفوا حجم الارقام اللي احنا انفقناها عشان اللي انتم شايفينه النهاردة ده نفتتحوا ارقام كبيرة قوي ارقام كبيرة قوي بنتكلم مش مليارات الجناهات احنا بنتكلم في مليارات الدولارات مش كده صح كتير من انا مايحسش بالكلام ده يقولك يعني 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 صرفتوا ده كله عشان عشان ايه طب احنا يعني كمواطنين والدنيا غالية علينا بنستفاد ايه بنستفاد ان احنا بنجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم بيتقدم بمنتهى السرعة في كل المجالات وده من ضمن المجالات اللي موجودة ده فيها وخلينا اقولك باختصار شديد للناس اللي هي البساطة اللي بتسمعني احنا كدولة كنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان احنا كنا هنا كانت قالوا ان في استضافة للبيانات ممكن نستضيف بيانات دلوقتي لا احنا دلوقتي قبل ما نعمل ده كنا بنودي بياناتنا تبقى موجودة بره مش كده دكتور عمر طيب احنا من ضمن الكلام اللي موجود ان بياناتنا اللي كانت موجودة بره دي يعني ده نزهم موجود في الدنيا بس احنا قلنا ان بياناتنا تبقى موجودة عندنا ونوفر التكلفة المالية اللي بتتحط ترجمة نانسي قنقر